اشتركوا في القناة قبل لا ابدأ اذا ما مشترك بالقناة الاشتراك بالقناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلك كل شي جديد واذا مشترك بالقناة واصل واصل الدعم ويعطيكم الف الف الفيديو وكذلك اللي حبي يضيفني حساباتي اسفل الفيديو مع الرابط التحميل مباشر الخاص اليوم الابشن فايل بالدور السعودي وكيف نضيف الابشن فايل الابشن فايل اسفل الفيديو مباشرة تضغط عليه حجمه 42 ميجا اتحمله بعد ما تحمله راح يطلع لك اوبن اه كلمة يعني اوبن مع كلمة خاصة بمنجر يعني السعودية او كده اه تروح للفلاش اللي عندك طبعا للامانة قبل كل شيء الابشن فايل شون تحمله تروح عن طريق اللاب توب تروح على اليوتيوب وتدخل على قناتي بعد ما تدخل على قناتي تروح على هذا الشرح اللي انا اتكلم به تنزل اسفل الفيديو وتلقى تفاصيل اوبشن فايل خاصة بالدور السعودي مع رابط التحميل تضغط عليه تحمله وتفك الضغط عنه طريقة تفك الضغط جدا سهلة بعد ما تحمل الملف راح يطلع لك اوبن فتح تدوس عادية ورح يطلع لك تصعد بالماوس تدوس كلك ايمن وسوي الاستخراج هنا راح تطلع لك حافظة صفره تدوس عاديها تصعد بالماوس تدوس كلك ايمن وسوي لها كوبي تخلي الفلاش باللابتوب تروح بعد ما تخلي الفلاش باللابتوب تروح مباشرة للفلاش تدخل تفرغ الفلاش اذا كان بي اوبشن فايل اصدار الثاني تطلعه من الفلاش لا تخلي داخل الفلاش وتفتح فولدر حافظة جديدة باسم وابس احرف كابتل لتركبار وتنقل الحافظة اللي سويت لك كوبي داخل حافظة وابس ورح ينتقل لك الوبشن فايل كامل خاص بالدور السعودي طريقة تعديلة جدا بسيطة راح نروح مباشرة ندخل على التعديل بعد ما ندخل على التعديل راح نوريكم الطريقة ورح نوريكم دور السعودي ومان راح تلقوه وشني الاطقم اللي نضافت وكيف نضيف بعض النوادي نخليها بالدور السعودي مباشرة نتروح الاستيراد الفرق بعد ما تروح استيراد الفرق استيراد وتصدير استيراد الفرق والدوس كذلك راح يطلع لك الفلاش راح يطلع لك هذه الملفات هذه الملفات كلها خاصة بالدور السعودي مثل ما شوفون هذه بعض الملفات هاي النوادي طبعا اللي هو اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة داعش تناعية ثلاثة ثلاثة ستة أسبعة طعش وأكو ثلاثة نوادي هما موجودين في دوري أبطال آسيا تدوس مربع وتنتقل هنا مباشرة كل اللي عليك تسوي طبعا تدوس هنا قبل لا أسوي هذا الخطوة وأكمل أنا أعرف إن الأمانة صار فترة ما منزل شي بالقناة لكن للأمانة ماكو فرد فكرة جديدة قاعد تختار في بالي وأنزلها لحد ما شفت لكم طبعا اليوم هذا رابط التحميل مباشرة الخاص بالدور السعودي وإن شاء الله تستفادون من عنده لما توصل هذه المرحلة تدوس على هذه صح وتدوس على هذه حتى يبدل لك الملفات القديمة ويخليك هاي الملفات الجديدة أضافة إليها يطبق لك التشكيلات مالتهم وبيانات اللاعب تدوس هنا مباشرة هما طبعا 16 فريق كل اللي عليك أنت بعد ما تحمل راح تنتظر لحد ما يخلصا 16 فريق تنحفظ أي شي عدك ورلت التذكير راح أوريكم فرد شغلة كثير من الشباب يسئلون عليها إننا إحنا لما نلعب مباراة عادية ليش ما يطلع الشعار الخاص بالدوري فرح أوريكم طريقة شون يطلع الشعار مباشرة نتروح هنا شي تسوي استيراد مسابقة تدوس على هذه وتدوس على هذه شن اللي راح يطلع لك هذن ثلاثتين لازم نسوي لهم مربع وتدوس هنا وتدوس على هذه صح وتدوس على هذه حتى يرجع لك الشعار الخاص بالدور السعودي وكاس السوبر السعودي وكاس السعودية بعد ما نسوي هذه الخطوة مباشرة ترجع كل اللي عليك تسويه تحفظ تتحفظ بعد ما تتحفظ طبعا حتى لا يروح أي شي من عندك أنت سويته مباشرة بعد ما يخلص راح نروح نشوف اه ندخل على الفرق راح نشوف الدور السعودي واين الدور السعودي واين الدور السعودي واين الدور السعودي ا rallies نشوف الدور السعودي ها هو دوري الأمير محمد بن سلمان MBS اللي هو خاص بالدور السعودي هو هنا طبعا تقدر بإمكانك تغير اسمه يعني ما رح يكون عندك فرد مشكلة تقدر تغير اسمه بالانجليزي تقدر تكتب الاسم الدوري اللي هو MBS يعني هو خاص بالدور السعودي مثل ما يشوفون أكون هناك الكل ممكن هسا يلاحظ أن هناك W.E. West Ham United ليش موجودين هناك هذا طبعا هو نادي خاص بفريق بيس يعني نفسه لكن النوادي كلها الخاصة بالدور السعودي مثل ما يشوفوها ها هي كلها كاملة كاملة مكملة ما بيها أي نقص تماما كل اللي علينا نسوي ايش راح نروح اسا راح نروح نريد ننقل هذا الفريق خلاص ننقل وأكو بعض اللاعبين موجودين بالدور بالدوريات الأوروبية موجودة نوادي بدور أبطال آسيا اللي هو خاصة بالريد ناخذهم نخليهم بالدور السعودي يعني على سبيل المثال شنه اللي عندنا هنانا نشوف هنانا طبعا هاي خاصة بالدور السعودي راح نشوف وين الدور السعودي هلا طبعا الدور السعودي اللي إحنا سويناه لكن اريد ننقل بعض النوادي انطلعها من الدور السعودي، لكنننرجع بعض النوادي لدور السعودي مثل ما يشوفونه هنانه. اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اضافة الى هذا خاص بالدور الاماراتي طبعا نروح مثلا على هذا النادي نرجع النقلة بدل هذا عدنا بعض النوادي اللي موجودة مثلا ريد ندخلهم بالدور السعودي مثلا انا الامانة ما اعرف جميع النوادي لكن راح انقل لكم بعض النوادي اطلح هذا النادي ادوس اروان 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 خلاص ادوس هنا على الهلال السعودي ارجعه واروح مثلا على النصر السعودي ادوس الوان 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 ادوس هنا واخلي مثلا بدل هذا النادي خلاص ارجع اروان 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 ادور هنا امكن اغلب اخوان السعوديين يعرفون النوادي مالتهم عامة بامكانكم ان تشوفون اذا اكون نادي خاص بهم بعد تقدرون تنقلونه هسه شناللي صار عندنا اللي صار عندنا هنانا لما ندخل بالدور السعودي اين الدور السعودي هذا الدور السعودي صار الدور السعودي متكامل هسه من الهلال الى اضافة هذا النادي الى النصر السعودي الى الاتحاد اه اه اكثر اكثر النواد اللي هي خاصة بدور السعودي. نرجع هنا اعدادات المشاركة. هذه تخليها عشرين. امر طبيعي تخليها عشرين اضافة الى هذا الدور الامريكي البوندزليجة. دوري امير محمد بن سلمان. اه تخليها طبعا عشرين هنا. ما رح تغيرها. تخليها عشرين فريق حتي يصير متكاملين تماما عادكم. هسا بعد ما خليتيو عشرين فريق شين اللي تسوي تروح مباشرة تحفظ بعد ما تحفظ وتكمل هسا رح نحفظون عندك الدورة السعودي 20 فريق ما رح يكون عندك بهم اي مشاكل ندخل هنا على الدوريات رح يشوف الدورة السعودي هل رح نلقى الدورة السعودي كامل ومتكامل او بي مشكلة ندخل هنا مثل ما تشوفون هذا الدورة السعودي صار كله كامل ومتكامل انضاف للعبة غير ذلك انه نروح مثلا اندية اخرى آسيا هاي خاصة بآسيا اضافة الى ان نروح هاي المنتخبات اضافة الى فرق كلاسيكية بعد ما حفظنا نروح سنشوف ندخل هنا على الفرق رح نوريكم الخاصة بالدورة السعودي اطقمهم اطقم ابرز النوادي طبعا رح اطلح لكم اضافة الى هذا الهلال مثل ما شوفون صورة المدرب اسم الملعب اضافة الى مثلا ندخل كشريك رسمي موجود بيهم اضافة الى ندخل مثلا الملعب مثل ما شوفون هاي الصورة الخاصة بالملعب مالتهم هذا الملعب السعودية طبعا خاص بالدور السعودي اضافة الى ندخل مثلا على الملابس سبيل المثال نشوف هذا التقم الاول وهذا التقم الثاني الخاص بيهم اضافة الى زي الحارس اللي خاص بيهم نروح مباشرة الى الفريق الثاني مثل ما شوفون للامانة كثير من النوادي انا ما عرفهم هذا المدرب الى اسم الملعب الى مثلا شوفك شريك رسمي موجود لهم الولا طبعا موجود الشريك الرسمي اضافة الى صورة الملعب مثل ما شوفون هاي الصورة الخاصة بيهم بهذا الملعب اسم الملعب كامل متكامل لكن الملابس للامانة يعني اكثرياتها انا ما عرفها يعني من الدور السعودي اعرف بعض النوادي طبعا اللي احبها من الدور السعودي لكن في بعض النوادي ما أعرف يعني حتى منابسهم ما رح يكون أكو مشكلة أمر طبيعي نروحنا طبعا ليعرف الدور السعودي تماما رح يعرف النوادي تماما أضافة إلى ندخل على هذا النادي النوادي المنافسة بالدور السعودي أضافة إلى صورة المدرب أضافة إلى اسم الملعب أضافة ندخل إلى الشريك الرسمي المستشفى السعودي الألمان اضافة أيها طبعا موجودة بالسعودية هناك أضافة إلى الملعب مثل ما شوفون هذه الصورة هذا الملعب الجميل الخرافي جدا موجود بالمملكة العربية السعودية أضافة إلى ملابس نشوف الملابس أضافة إلى الشعار الخاصة على أيدي اليسار موجودة هنا بالدور السعودي أضافة إلى الطقم الثاني والطقم الثالث والطقم الرابع وهنا الطقم الزي حارس المرمى أوشين فايل جدا رهيب للأمانة بكثير من النوادي اللي موجودة بيمكاكم وانتما ندوروها للأمانة يعني ما رح أدورها كلها لكم تماما اسم النادي طبعا نعرف موجودة خلف دورة أبطال أوروبا لأنه هو النصر كمدرب سابقا هو تولى أحد النوادي الخاصة بدورة أبطال أوروبا اسم الملعب أضافة إلى لون الفريق أضافة إلى النواد المنافسة ندخل على الملعب مثل ما شوفون ها هو ملعب النصر السعودي أضافة إلى الشريك الرسمي الخاص به مثل ما شوفون أضافة إلى اللافتات تقدر تكتب أي شيء خاص باللافتات الخاصة بنادي النصر أو أي نادي مثل ما شوفون هذا الزي الأول اللي خاص بنادي النصر السعودي أضافة إلى هذا الزي الثاني الخاص بنادي النصر السعودي أضافة إلى الزي الثالث واضافة الى الزي الرابع واضافة الى زي حارس المرمى كثير من النوادي هي طبعا مثل ما ذكرت انتم بإمكانكم ليعرف الدور السعودي ومتابعة تماما للأمانة على ما اتابع كثير الدور السعودي فيعرف هذه النوادي تماما اضافة الى هذا النادي ندخل على مثل ما شوفون صورة المدرب ندخل على الشركة الرسمية مالتهم مثل ما شوفونه موجود اضافة الى الملعب الفريق مثل ما شوفون الصورة الخاصة بالملعب مالتهم أضافة إلى أن ندخل على الأطقم رح نوريكم سريعاً التقم الأول أضافة إلى هذا التقم الثاني أضافة إلى هذا التقم الثالث اللي خاص بهم أضافة إلى أن نروح مباشرة على الالتحاد هنا أنا نادي الالتحاد السعودي ملابس الفريق مثل ما شوفون هذا الزي الأول وهذا الزي الثاني وهذا زي حارس المرمى الأول أضافة إلى أن ندخل ملعب الفريق الخاص بالالتحاد مثل ما شوفون هذه الصورة أضافة إلى اسم الملعب الخاص بالنادي أضافة إلى الشريك الرسمي مثل ما يشوفون هذا الشريك الرسمي الخاص بهم أضافة إلى أن نروح مثلا على أي نادي بعد هذا أحد النوادي طبعا السعودية أكو كثير كثير الأمانة من النوادي السعودية تشيني تعرفها لكن والله رايحة شوية من بالي على العموم نوريكم مثلا على سبيل المثال هذا النادي كذلك الخاص بالدور السعودي مثل ما يشوفون الصورة اسم الملعب النوادي المنافسة إلى كذلك ملعب الفريق الخاص بهم واسم الملعب وكذلك إلى الشريك الرسمي الخاص بهم أضافة إلى الملابس الخاصة بالدور السعودي مثل ما يشوفون هذا التقم الأول وهذا التقم الثاني وهذا التقم زي حارس المرمع مثل ما شوفتوا الروح مباشرة إلى أكو خطوة ثانية نحفظ هنا راح أوريكم إننا إحنا لما نلعب شلون نخلي الشعار يطلع في المباراة الودية طبعا إذا تدخل كمباراة كبطولات رسمية ماكو داعي تسوي هاي الخطوة راح أشرحها مباشرة راح يطلع لك الشعار الخاص بالدوري لكن إذا تريد تلعب كمباراة ودية وتريد يطلع لك الشعار صحيح نروح هنا وندخل مباشرة على مباراة محلية ندوس هنا ننتظر شوي راح يطلع لنا التحديث المباشر بحال ما ظهر الشعار طريقة جدا سهلة إنه إنت اللي تسويها نروح مباشرة ندخل هنا within three من نستخدم ايقاف تحديث المباشر بعد ما تسوي ايقاف تحديث المباشر شين راح يصير عندك أن نروح مثلا على الدور السعودي مثلا على الدور السعودي ونروح كذلك هنا على الدور السعودي نختار مثلا النصر نلعب كم مباراة بالدورة السعودي راح نشوف هسا شين الموجود على ايدكم اليسار مثل ما شوفوها الشعار طالع مات الدوري لكن بحالة انا اذا شغلت التحديث المباشر اضطي هنا تشغيل التحديث المباشر راح نشوف الشعار هل يطلع او ما يطلع حتى توصل الفكرة للكل ان انتم بحال وصلتكم شغلة ان الشعار ما قاعد يطلع الخاص بالجميع الدوريات اختار هنا قبل لا اختار طبعا هذا على دورة بطال آسيا دخلت اروح هنا على الدورة السعودي بحال تشغيل التحديث المباشر امر طبيعي راح يطلع لك هذا النادي لكن اكو بعض النوادي ما راح ينتقلون فانت عامة اذا تريد تلعب كم مباراة دائما سوي ايقاف التحديث المباشر حتى لا اصل عندك مشكلة انا حبيت اوصل الفكرة لكم لا اكثر ولا اقل نختار هذا النادي اضافة الى ان نروح لدورة السعودي نختار مثلا على سبيل المثال الاتحاد راح نشوف الشعار الخاص بهم هل يطلع او ما يطلع مثل ما يشوفون راح تطلع قبالكم على الشاشة طبعا الشعار ما موجود بهم اللي خاص بالدوري السعودي هو ما موجود لان احنا شغلنا التحديث المباشر لكن من نسوي ايقاف تحديث المباشر خلاص ما احتاجه انا اسوي لي ايقاف ليش اشغل تحديث المباشر ادوس هنا ادوس هنا ادوس مثلا قبل كرشي اروح مثلا هنا ادوس هنا كذلك اختار مثلا النادي النصر السعود والهلال السعودي خلاص مباشرة مثل ما يشوفون هذا على ايدهم اليسار طلع الخاص بهم بالدوري اضافة الى الملابس الفريق الخاصة بهم اضافة الى ملعب الفريق هذه صورة ملعب النادي الهلال السعودي نخلي اليوم لطيف هذه الامور تقدر بتاعت اختارها ندخل على تشكيلة المباراة مثل ما يشوفون هذه اكو بعض الوجه مرخصة وبعض الوجه ما مرخصة لان احنا نعرف تبابا ان الدوريات الدوري السعودي مرخصة بكامل خلاص مباشرة نروح الى المباراة رح نوريكم كنزلة لاعبين كجمهور خاص بنادي الهلال ولا خاص بنادي النصر كملعب قريب جدا يعني من النادي الخاص بهم وبإمكانك تلعب يعني حتى في الماستر ليغ بإمكانك ان تضيف هذا الملف في الأوبشن فايد وترجع تعيد تقدر تلعب تماما مثل ما يشوفون هذا الملعب هو قريب جدا من الواقع حتى أرضية الداير ما داير الملعب هي خاصة بهم بنادي الهلال السعودي هذه الأجواء الخاصة بالدور السعودي مثل ما شوفون هذا قومز للأمانة هذا حلو جدا الأطقم ضفناها الخاصة بالدور السعودي لكل محبيين أخواننا العرب وكل محبيين أخواننا السعوديين اللي يحبون الدور السعودي واللي يحبون يشوفون الأطقم الخاصة بالدور السعودي مثل ما شفتوها آهية سويناها أقبالكم وكبدناها قبل أختم بالختام أتمنى استفاديتكم من هذا الشرح ونالعجابكم واصل واصل بالدعب يعطيكم ألف عافية ولا تقصرون خلونا نوصل إلى سبعة آلاف مشترك نحن قريبين جدا على سبعة آلاف مشترك إلى هنا نوصل لختام حلقتنا لهذا اليوم كان معكم أخوكم رودي من قناة رودي في أمان الله وأشوفكم على خير إن شاء الله اشتركوا في القناة